ألقت الدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن محاضرة في مطرانية الروم الكاثوليك بعمان بعنوان الإعلام ورسالته في المجتمع وتناولت في المحاضرة التي شهدتها أخوية المعونة الدائمة لرعية القديس جوارجوس أم السمة نشاط فضائية نورسات على الساحة الأردنية في مختلف الميادين وتركيزها بصورة خاصة على البرامج المحلية والأنشطة الكنسية ما حرصها على نشر المحبة والتسامح والإيجابية في حياتنا البشرية المرتبطة بتعليم السيد المسيح ودعت السمعان في محاضرتها إلى ضرورة تطبيق هذه التعليم عملياً في وقعنا الحياتي انبسطت اليوم بصراحة بلقائنا مع أخوية كنيسة الروم الكاثوليك بمنطقة أم السماء وأنه كان اللقاء عن الإعلام ورسالته في المجتمع فتحدثنا كمان عن رسالة الإعلام كنورسات وخدمة نورسات في المجتمع من حيث النشاطات اللي بتقوم فيها نورسات بالإضافة للإعلام مثل مثلاً قروب بزار الرحمة اللي بتعمله نورسات كل عام لكن قطعنا خلال فترة الكورونا إن شاء الله هاي السنة منرجع ومن نحي البزار مرة تانية طبعاً ضمن الإجراءات الصحية المتبعة تاني شيء كان لقائي مع الأخوية نحكي عن الإعلام كيف إنه الخبر الكنسي وماذا تفاعلنا على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون يسوده روح المحبة وروح التسامح روح الإيجابية في الحياة كون إحنا منعيش دائماً صعوبات وألام في حياتنا فنحنا بحاجة لكلمة تشجعنا وكلمة تعطينا الأمل في هذه الحياة وكيف دائماً يكون كلامنا مرتبط بتعليم السيد المسيح اللي إحنا نتعلمها إذا ما جسدناها بحكينا وبحياتنا بيكون كلام عالفاضي الإعلام لازم يكون منتج إن كان روحياً إن كان أيضاً حياتياً مسيرة حياة الكلمة ربنا إذا ما منعيشها بتصير كلمة فارغة ما إلها معنا فبتمنى إنه من الجميع إنه بيتابع مواقعنا الألكترونية عندنا موقع إخباري نورسات جو.org وعندنا أيضاً جوردان وورد وموقع إخباري تاني وأيضاً عندنا برامجنا برنامجنا الصباحي صباحكم نور اللي نحكي فيه كلمة روحية زائد نحكي أخبارنا الكنسية اللي خلال الأسبوع يعني هو عبارة عن سر لنشاطات الأسبوعية زائد كلمة روحية من أبانا الكهنة يعطونا شرح مثل وعظة أو كلمة روحية تساعدنا للماضي في حياتنا الأخوية جداً رائعة والسيدات كانوا جداً رائعات بأبونا عماد بواب شكراً لإلو لاستضافته لإلي فخورة جداً إني أكون بين هالسيدات نقدر نتحاور وما كانتش محاضرة أكثر من هي حوار بيننا وبين السيدات عندهم سؤال لدينا جواب معرفة تبادل خبرات فبشكر كل القائمين على هذه الأخوية وفعلاً سيدات رائعات وأتمنى أن يتعمم هذه الفكرة على أخويات كل الرعاية ونتمنى للجميع الخير والبركة وشكراً لكم هذا اللقاء اللي صار هنا في كاتدرائية القديس جوارجوس كان لقاء روحي مع الأخوية أخوية المعونة الدائمة وهذا إشي مفتخر إحنا استقبلنا اليوم الدكتورة باسمة مديرة نورسات وكان اللقاء كثير معبر جداً حكت بالنسبة للقاء بشكل عام عن أنه ليس ما يدخل القلب هو ينجس الإنسان ولكن كل ما يخرج من قلب الإنسان هو الذي ينجس الإنسان وكيف أنه المسيح كان هو وتلميذه كانوا بالحقل وكانوا يتناولون السنابل وكانوا ما يغسلوا أيديهم لكن إحنا طبعاً ليس هذا يعني أنه المسيح هو ما بيحبش النظافة إلى الآخره لكن هو يعطينا درس ورسالة حقيقية أنه إحنا كمسيحيين لازم علينا أنه إحنا نهتم بما يخرج من القلب هي الطهارة والكلام الخير بالنسبة للنشر الكلمة كلمة الله في العالم وهذا بالنسبة هي رسالة المسيح بالنسبة إنا وكمان فيه شغلة مهمة جداً إنه إحنا في هذا إحنا في الوقت اللي إحنا منعيش فيه نفتقر إلى أخوية ونفتقر إلى حتى إلى النورسات اللي كانت دائماً وأبداً تبث يا كلمة الله فيه إلى جميع الناس فإحنا رسالة آخيرة أنه إحنا حالياً إحنا نتمنى هذا الحكي أنه يصير أنه إحنا نتواصل مع كلمة ربنا يسوع المسيح وأيضاً كمان من خلال رسالة هذه رسالة النورسات حتى أنه دائماً وأبداً حتى نتكون معنا حتى نتنقل كلمة الله إلى الآخرين اليوم أخوية سيدة المعونة الدائمة لرعية القديس جوارجس أم السماء استضافت الدكتورة باسمة السمعان وأعطتنا محاضرة عن الإعلام والخدمة المجتمعية وكانت المحاضرة كتير قيمة حكت عن الإنجيل مرقص عن السيد المسيح وأمثاله بالفرسيين والعشارين وبعدين حكت عن خبرتها في الإعلام والخدمة المجتمعية وكيف تطورت النورسات لخدمة المجتمع ولا تساعد الناس ولا تعطي أفكار كتير حلوة وكتير كويسة وتساعد الستات اللي بيقوموا بأعمال في بيوتهم وبقدموها في مثل بازار الرحمة مثل أي إعلانات أخرى كانت تساعد بها دولة الأشخاص ترجمة نانسي قنقر